حول هذا المضمون نستمع الآن إلى كلمة المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية بسم الله الرحمن الرحيم بخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أصحاب المعالي السيدات والسادة الحضور إنه لمن دواعي سروري أن نجتمع سويا مجددا في حفل الافتتاح السنوي لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس في نسخته الخامسة والذي أصبح كلال السنوات القليلة الماضية قبلة وتاريخا مهما على الأجندة الدولية للطاقة اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لقطاع البترول وعلى رعايته المستمرة وتشريفه لافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول فقد كان تشريف سيادته أهم عوامل نجاح المؤتمر على مدار السنوات الماضية مما ساهم فيه التوسع والنمو الذي تشهده الدورة الحالية من المؤتمر هذا العام حيث أصبح مؤتمر ومعرض إيجيبس نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال إفريقيا وشرق المتوسط وقد نجح المؤتمر في أن يكون منصة فاعلة يلتقي فيه المسؤولون والوزراء والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال بصناعة النفط والغاز السيد الرئيس الحضور الكريم على مدى السنوات السبع الماضية وبفضل القيادة السياسية كتبنا سويا إحدى أهم حلقات التاريخ على مر العصور تحت عنوان بناء مصر المستقبل نحو حياة أفضل للمواطنين فانطلقت المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات ما بين مدن جديدة وإسكان اجتماعي وتحديث شامل لشبكة الطرق القومية ومشروعات النقل الحديثة وزراعة المليون ونصف مليون فدان والصوب الزراعية والمزارع السماكية والموانئ والمطارات ومشروعات الطاقة العملاقة والعاصمة الإدرية الجديدة وغيرها من المشروعات الصناعية الكبرى وصولا إلى المشروع القومي الأهم لتنمية الريف المصري حياة كريمة والذي يسعى إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من أربعة آلاف قرية من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لنحو ستين مليون مواطن ليسطر بحروف مضيئة انطلاق الجمهورية الجديدة وطوال السبع سنوات الماضية ظل المواطن المصري قبلة عمل الدولة حيث سعت الدولة بثبات لتحقيق الاستقرار والتنمية لترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والقرامة والإنسانية وكذلك بناء الإنسان المصري بناء متكاملا صحيا وثقافيا كي يواكب تطلعاته نحو مستقبل أفضل يليق به وجاءت أزمة كورونا العالمية اختبارا قويا أثبت لنا أننا نمضي في الطريق الصحيح نديجة الإصلاحات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات مما قللت من تأثير تداعياتها السلبية واستطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي 2019-2020 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد الرئيس السيدات والسادة الحضور انتهج قطاع البترول نهج الدولة واضعا نصب عينه المواطن المصري متسلحا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي فانطلقنا نحو العمل بمنهج علمي وبشكل استباقي بالتوازي مع تطوير نظم السياسات والاستراتيجيات المتبعة لضمان استدامة الطاقة وذلك من خلال أولا إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة في الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة ورؤية مصر 2030 في استراتيجية متكاملة تستهدف الوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة والأكثر استدامة ثانيا تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والتي ساهمت في تعزيز قدرته على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلة في ضوء الرؤية المصرية ثالثا تحديد ثلاث محاور عمل استراتيجية للقطاع وهي تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع رابعا وضع استراتيجية جديدة موحدة للمسؤولية المجتمعية لشركات قطاع البترول الوطنية والأجنبية تماشيا مع استراتيجية الدولة والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن وتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية وقد ساهمت تلك السياسات في تحويل التحديات التي وجهت مصر إلى قصص نجاح مبهرة أشهد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن ويعد من أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين 2020 و2021 ارتفاع صدرات قطاع البترول المصري خلال عام 2021 بنسبة 85% لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار تحقيق فائد في الميزان التجاري البترولي بدءا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق حجز حيث بلغ الفائد عام 2021 حوالي 2.9 مليار دولار نجح قطاع البترول في توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترولي والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار وتمكننا من جذب عدد من الشركات البترولية العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة حيث وصل إجمال عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعي حاليا أكثر من 13 مليون وحدة وتصل إلى 13.5 مليون وحدة في يونيو القادم تخدم 57 مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة في توفير 250 مليون استواند وتجاز سنويا بما يؤدي لتوفير دعم يقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنويا ومن المستهدف عند انتهاء موعد المرحلة الأولى من مشروع حياتي كريمة في يونيو القادم تنفيذ شبكات غاز طبيعي تتيح خدمة توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية نجح قطاع البترول تنفيذا للمبادرة الرئاسية في تحويل نحو 420 ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقدمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز كمشاهد العام 2021 طفرة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط فخلال عام واحد تمكننا من زيادة عدد المحطات العاملة لتصل إلى 600 محطة بخلاف 400 جاري الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة مستهدفين الوصول إلى ألف محطة موزعة على جميع محافظات الجمهورية واستمر قطاع البترول في تنفيذ خطط تطوير البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات وموانئ بترولية ومصافي التكرير والتصنيع وقد شرفنا خلال العامين الماضيين بتشريف السيد الرئيس لافتتاح ثلاثة مشروعات كبرى وهي مصفات المصرية للتكرير بمسطرط ومشروع التوسعات شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير بالأسكندرية ومجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوت لتكرير البترول وذلك بإجمال استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار مما ساهم في إضافة 4.5 مليون طن سنوياً من المنتجات الرئيسية المكررة استكمالاً لدور مصر المحوري في المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي ومواصلة الارتقاء بالشركات الاستراتيجية وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك بادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ ثلاث سنوات وفي غضون 12 شهراً تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على مثاق المنتدى ومن ثم تأسيسه كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط ومقرها القاهرة ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط من أجل فتح آفاق جديدة لتحقيق أحلام وطموحات على الشعوب بالمنطقة وقد لاقى المنتدى منذ إطلاقه اهتماماً عالمياً كبيراً تمثل في رغبة العديد من الدول والمنظمات للانضمام للمنتدى وتم بالفعل انضمام فرنسا كعضل وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب وفي إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يلعب الغاز المصري دوراً مهماً في تأميل جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة من خلال تصدير الغاز الفائض سواء المنتج من حقول الغاز المصرية أو الذي يتم استراضه وذلك من خلال محطتي إسالة الغاز بإدكو وضميات مما ساهم في تعظيم صدراتنا من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً وكذلك يتم تصدير الغاز إلى الأردن من خلال خط الغاز العربي وقريباً سيصل إلى لبنان وبالتوازي يتم العمل على تطوير بنية أساسية جديدة وقد مهدت الاتفاقيات الأخيرة مع اليونان وكبرص الطريق لدراسة إنشاء خطوط أنبيب بحرية جديدة ستسمح لمنطقة شرق المتوسط بزيادة صدرات الغاز وتعزيز مكاناتها كواحدة من أهم موردي الطاقة إلى أوروبا وفي إطار الاهتمام العالمي للتحول إلى أنزمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من أن الانبعاثات بادرة قطاع البترول بالتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة وتنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين في مصر وتعد استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ فرصة جيدة لتعزيز جهود الدولة إقليميا ودوليا حيث نستهدف طرح مبادرة إفريقية مشتركة تراعي الأبعاد المختلفة للدول الأفريقية لإيجاد حلول متوازنة وواقعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول في مجال الطاقة دون المساس بحقوق الدول والشعوب في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية إن تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعا للتكاتف لتحقيق أمالهم وتموحاتهم المشروعة نحو التقدم الاقتصادي والتنمية فبتعاوننا سنسطر معا واقعا جديدا عنوانه الأفضل لكل مواطني العالم فيجب أن نتكامل بهدف توحيد جهود التعافي نحو مصار أكثر استدامة وشمولا وفي الختام أود أن أتقدم بخالص آيات الشكر والتقدير لفقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريفه لحفل الافتتاح المؤتمر والمعرض وأيضا لشركائنا الأوفياء على مشاركاتهم في هذا الحدث المتميز وأخيرا أتقدم بالشكر للشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز وإنني أتطلع إلى أن نشهد مؤتمرا ناجحا مثمرا متمنيا لديوفنا إقامة طيبة ولمصرنا العزيزة كل الخير والتقدم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة